المحلية والعربية والعالمية نبدأها من أخبار القلعة الحمراء نفى الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوة عدم التزامه مشددا على أن كل ما قيل هو كلام عار تماما عن الصحة واستمرارا لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد حقق فريق ناشئي الأهلي موالد 2005 فوز برباعية نظيفة على ناشئي فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الجمهورية سجل الرباعية كل من فارس خالد ومحمد رأفة ومحمد عبدالله ويوسف جمال خاض فريق الأهلي لكرة السلة أولى تدريباتي في سنغافورة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية انتركنتينينتال بمشاركة أندية فرانك البرازيري وإجنايت الأمريكي وبون الألماني وغولدن بولز الصيني والمنام البحريني خضع لاعب فريق الأهلي لكرة السلة لجلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 24 من الشهر الحالي في سنغافورة عقد الدكتور محمد شوئي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة السلة للرقال جلسة مطولة مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال من الفندق إلى صالة التدريب أختر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري مديري الكرة والإداريين بالأندية في الدور الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذي حدث في المونديال الأخير وبقية البطولات حيث وصل لعشرة دقائق في بعض المباريات كما سيتم منح دقيقة لللاعب المصاب وأخرى للاحتفال بالهدف وثلاثين ثانية لإجراء التبديل كما طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تولي المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولي منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد وتبدأ لجنة فض المنازعات مهم عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروي الجديد حقق فريق العين الإماراتي فوزا بثلاثية نظيفة على بختكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة الجديدة من دور أبطال آسيا ومنح الاتحاد الآسيوي لابا كوجو لاعب العين جائزة نجم المباراة حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي حلم طفل إيراني بكى بعدما فشل في مقابلة الدون خلال وصوله إلى العاصم الإيراني طهران ونشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر مقطعا مصورا للطفل أثناء لقائه مع رونالدو والتصوير معه في غرفته بمقر الإقامة أعلن نادي الغراف القطري رسميا ضم الشاب فابريزو دياز إلى صفوفه قادما من ليفربول مونتي ديفيو الأورجواني بعقد يمتد إلى خمس سنوات أكد ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أن نجمنا المصري محمد النيني لاعب الفريق اقترب من العودة للملاعب مشيرا إلى أنه في المراحل الأخيرة من عملية التأهيل وذلك عقب الإصابة المطولة التي لحقت به مشيرا إلى أن فريقه سيكون أمام اختبار صعب يوم الأربعاء أمام أيند هوفن الهولندي في الجولة الأولى من دور أبطال أوروبا أشارت تقارير صحفية أن مدرب بايرن ميونخ السابق يوليان ناغلسمان سيخلف مواطنه هانزي فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني بحسب ما أكدت صحيفة بيلد